اشتركوا في القناة 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 المكونات اللي انت محتاجة عشان خاطر تحط رجلك على اول طريق وتعرف تطلع نتائج كويسة من الادوات اللي تحت ييدك دي ابدائيا الادوات احنا بنسميها جيرز بس قبل ما نشرح المحتوى او الكونتنت بتاع حسة النهاردة في حاجة مهمة جدا لازم بنعدي عليها وهي الماين سيت ممكن نقتصرها او نقولها بشكل عربي اللي هو لتأهيل العقلي انت داخل المجال دوت تعمل ايه ومخك هيتعامل مع الوظائف اللي انت هتعملها في المجال دوت والعمليات بشكل عامل ازاي لان احنا عارفين الشغل بيبقى مختلف مما بين مجال وما بين التاني والمخ بيتعامل مع الوظائف المختلفة باشكال مختلفة فاول حاجة بس احب عرفها لكم ان انت مفروض دوت كورس المبادئ كورس المبادئ يعني هتعرف فيه ايه هو الصوت تمام ايه الادوات اللي انت محتاجها اوكي تتعلم المبادئ بتاعة التسجيل بتاعة الميكس بتاعة المستر وتعرف كل الادوات اللي انت محتاجها وتاخد نبزة عن هي ازاي بتشتغل لكن مش هتاخد عن عنها امثالها مختلفة ولا هتعرف ان انت ازاي دلوقتي بتحب مثلا شفت فيديو لمهندس صوت محترف بيعمل موضوع ما بطريقة وحد تاني بيعمله بطريقة تانية ايه الفرق ما بينهم لا الحاجات دي بقى بتبقى ايه في level 2 بعد ما بيكون خدت شوية وقت وتمرنت وحفزت كل المصطلخات بتاعة كل الادوات اللي احنا هنشرحها ان شاء الله لان الموضوع بيحتاج شوية مجهود اوكي وبيحتاج منك انك تذكر بالورقة او القلم ودي المعلومة اللي احب بيأكد عليها وحاب بيأكد على الحاجة تانية ان ياريت كل الناس تكون بتتفرج على الكورس دوت وهي معاها هيدفون بروفيشنال ولابتوب او جهاز كمبيوتر حقيقي محدش يكون بيتفرج من الموبايل لان احنا عايزين يعني نقدر على قد ما نقدر نحافظ على الكواليتي بتاعة الصوت ما نفقدش منها حاجة اوكي ونسمع ال full resolution بتاعة الكورس عندنا الدقة بتاعتنا ناخدها كاملة اه قبل ما نتكلم على اي حاجة من الحاجات اللي احنا هنحتاجينها عشان نحطر نخش المجال دوت اه عايزين بس نزبط مخنا زي ما احنا اتفقنا اه الصوت زي ما احنا درسنا كلنا في ابتدائي ان دوت اي حاجة بتتحرك في الكون بتعمل خلخلق في جزيئات الهواء وبيريون تجع عنها صوت والصوت دوت بيينتقل في الهواء وبينتقل في الماء والمواد الصلبة وهكذا الكلام بتاع العلوم اللي هو كل الناس عارفاه احنا بعد كده بناخد الموضوع دوت نطوره لحتة تانية ان احنا بندرس الصوت دوت بيأثر على مخ بتاع الانسان البشري ازاي يعني انا دلوقتي ليلة ما بسمع الصوت دوت بخاف او ليلة ما بسمع الصوت دوت بفرح لما بسمع الصوت ده بحس بان انا بقيت متوتر دي الحاجات اللي انت المفروض تخرج من الكورس ده والكورس المتقدم تبقى عارفها ان في حاجة عندنا فيه كونسبت عندنا اسمه يعني ايه انت دلوقتي لما بتسمع اغنية المفروض الاغنية دي الهدف بتاعها انه هو ان انت ترقص فلو مهانس الصوت خرج الاغنية بشكل ان انت لما تسمعها مترقصي يبه هو فشل في توصيل الرسالة بتاعته فاحنا هدفنا على طول ان احنا بنحمل الرسالة بتاعة العمل الفني اللي بنشتغل عليه عشان ننقلك الشعور دوت بشكل صح فاخلال رحلتك المفروض تتعلم انك ازاي تسجل الحاجة وتكون سهلة عليك انك تعمل لها ميكس يعني ايه ميكس هنيجي كل الحاجات دي ونشرحها وتعمل لها مصطر عشان تنقلي الفيلنج تنقلي الاحساس بتاعها اوكي فدي في مراحل وفي ادوات بنستخدمها هنشرحها واحدة واحدة طيب الصوت دوت لو بدأنا نخش في ناخد نبزة كده صغيرة عنه لما انت بتبدأ تبقى صغير وبتبدأ تسمع اول حاجة بتعملها انك بتبدأ تلتفت للاتجاهات يعني لما يكون عندنا بيبي وبيبدأ يسمع صوت ببص لإيه بيعمل كده واحنا بنبص عليه وقولك الله ماشاء الله بص جميل بقى بياخد باله الصوت جاي منين دي الدراسة اللي هي اسمعها سايكو اكوستيك التأثير النفسي على المخ من الصوت طيب بعد ما حضرتك بتبدأ تعرف تلقط الاتجاه ان فيه صوت جاي من هنا فتلاقيه بيعمل بقى كده بيبدأ يتعلم ايه تاني بتبدأ تتعلم كمان ان ده صوت بابا ان ده صوت ماما اوكي ان ماما شغلت الخلاط فده صوت غريب انا اول مرة اسمعه وصوته عالي اعلى من صوت ماما وبابا اللي انا بسمعهم طول الوقت فده خضني فمحتاج اشوفه اوكي واحاول عاوض الطفل ان الصوت ده وقت دي مش حاجة مريبة ان ماما يا حبيبي اللي بتدوس على الضرار ده وهو بيطلع على الصوت ده بعض الاطفال لما بمجرد لما بيشوف العملية دي وهي بتتم قدامه بيفهم ان ده صوت الخلاط وادنه ومخه بيقدروا يعملوا ربط بسرعة ان كده مفيش حاجة خطر اوكي طيب بعد كده الموضوع بيبدأ يتطور معاك انك بتفهم حاجات مهمة قوي بقى ايه هي زي مثلا لما تلاقي الطفل بيعمل حاجة وبابا يقوم يقول له محمد لأ فيفهم ان ايه لا مش لأ لأ دي اللي هي العادية اللي هو ممكن نكمل عادي في الحاجة اللي انا عاملة لكن لو قال له يا محمد لأ فيفهم اني لأ ان كده بابا بيقول لأ بالشكل والاسلوب اللي انا مخي واحساسي يفهمني اني لازم ارتدع عن الحاجة اللي انا بعملها فالعلم ده احنا لسه يعني كمن باب العلم بدقين نهتم بيه قريب يعني مش من بعيد من زمن عشرين او تلاتين سنة اسمه سايكو اكوستيك ان الصوت بيعمل ايه على مخك وبتقدر تحس بيه ازاي بعد كده اللي بيحصل لك في حاجة مهمة جدا لازم بتبدأ تاخد بالك منها كمان ايه هي انا بقول لكو نبازات عن السايكو اكوستيك احنا مش هنخش جواه بس لازم تبقى انت فهم الحاجات دي انك طول عمرك بتسمع صوتين يعني ايه يعني انت دلوقتي لما بتسمع صوتي انت بتسمعش صوتي الواحده من خلال المايك انت بتسمع صوتي وصوت المكان اللي انا قاعد فيه الصوت الستوديو اللي حوالي ازاي مخك طول عمره بيبدأ يحفظ الصوت وصوت المكان اللي حواليه ازاي ايه لما انت بتكلم ماما في التليفون وانت برا في الشارع ما بتقدرش تقول ماما ان انت لسه عند صاحبك في البيت ليه علشان في صوت شارع حواليك ومخ ماما اتكون جواه ان ده صوت شارع فما تقدرش تقولها ان ان انت لسه تمام عند صاحبك عند صاحبك ازاي وصوت الكلاكسات وصوت البيعين وصوت العربيات وصوت الناس اللي بتتخلق مع بعض يما صاحبك ده بقى عايش في الشارع فدي بتبقى حاجة مش منطقية فطول الوقت مخك عمالي تكون في الزاكرة بتاعته وعمالي تكون في عالك الباطل حاجتين صوت المصادر ذات نفسها اللي هو صوتي انا وانا بتكلم اللي هو لو انا مثلا دلوقتي خدت المايك دوت ونقلته في الاسروم وحطته في الحمام وجيت بتكلم حتى من غير ما انتوا تشوفوني اول حاجة هتعرفوها ان ايه اللي حصل انتوا في حاجة احنا الناس بتسميها كده استلاحا في صد صوت حصل طب وانت عرفت من اين طب انا قاعد في الشقة وفي صد صوت حصل ايه الترجيح اللي يجي لمخك ان ده المكان اللي كنا انا روحته طبعا الترجيح اللي يجي الاكبر ان لاتينو دلوقتي خد المايك وراح الحمام وطبعا دي حقيقة طب انت عرفت من اين ان لاتينو خد المايك وراح الحمام عشان انت سمعت صوتك في الحمام كتير وسمعت صوت بابا وسمعت صوت الجردل اللي ويقع في الحمام فقدرت يتحدد المكان دوت وقدر يتحدد جوا مخك أوكي حجم المكان ده فانت طول الوقت بتسمع حاجتين تسمعش حاجة واحدة الصوت ذات نفسه اللي هو المصدر بتاع الحاجة اللي عملت الصوت إدية لو عملت كده أو لو سقفت وصوت المكان على طول حواليها دي حاجات بيزي جدا تمام في السيكو أكوستي تبقى حاجة وحيدة أوكي بتحصل لكل الناس وهي حاجة اسمها الادابتاشن اللي تأكلهم بس قبل ما تكلم عليها لو في حد عنده أي سؤال في اللي فات ياريت يقول كل الناس دون العشرة ما فيش حد عنده أسئلة كلها تمام بسلام يا عرب نعم تمام كده أوكي طيب نكمل ماشي ايه الادابتاشن بقى عشان دي بتعمل لنا مشكلة عندنا في الشغل اسمها ميكس ترنزليت هنتعلم ازاي نحلها لان هي بتاخد وقت كبير جدا من التمرين هنقول المبادئ بتاعتها لكن هنغوص فيه في عماقها في الكورس المتقدم ايه ميكس ترنزليت مين منكم معلش عايز اجابة من حد حد كان ليه تجارب مع الصوت يعني بدأ يشتغل على حاجة اوكي ووصل للنتيجة اللي هو شايف ان هي كده كويسة وبعد كده اسمعها في مكان مختلف غير المكان اللي هو شغال عليه ولا ان النتيجة مش هي دي اللي هو كان عايزة مش هي دي نتيجة المار جوة تعالوا ناخد كده حد حد عولا كان ليك اي تجارب مع الصوت اه لا ما كانش عادي اوكي خلاص يبعونا يعني معفايا من هزا السؤال عبد الرحمن ايوة كان لانا ليه تجارب مع الصوت كنت انا بسجل انا مع زميلي قرآن كريم يعني اوكي فانا جبته على برنامج في الستوديو واعدت يعني ببسيطة اضيف شغلات مؤسرات وشيل النفس وحاجات كده فكنت باشغلها على سماعة الكمبيوتر عندي كانت ماشي النتيجة اللي انا شايفة ان هي ده اللي انا عايزه بس ما خلتها وشغلتها على سماعة تانية اه لقيت بيه طبعا انا كنت معال للصوت فحصل ديستورشن لي وحاجاتي يعني كده فالصوت اختلف من عندي على الصب التاني او السماعة التانية يعني باختصار زي ما انا قلت النتيجة اللي انت وصلت لها ما حصل لهاش ترانزليت ترانزليت ترجمة ان هي ما ترغمتش على باية الانظمة الصوتية زي ما انت كنت متخيل ايوهو ما حصل فيها تمام مين تاني حصل مع الموضوع دوت انا حصل الموضوع ده معايا كنت متشجل غنوة بالستوديو صغير كده فجيت حملت برو طولز عندي على الكمبيوتر وحاولت سجل شي عليه فاضفت مؤسرات حاولت لعب شوية بالاكيولايزر والريفيرب ما اقوم ما وصلت للنتيجة اللي انا بتضياح الصوت لانه بصوت استوديو رحلت على استوديو انا مؤسرات والكواليتي تابعه كتير عالية كانت مؤسرات والريفيرب مؤسرات والريفيرب مؤسرات والريفيرب مين تاني واع في نفس الموضوع انا قبل كده كنت شغال على التلاوة وبسمع على يعني بعمل الميكس بتاعها بسمعه بروفيشنال وكده وبعد اما خلصت دينكات تمام جدا بسمع على الهندفري لديت الصوت انسان قالي فعلا مش مفروش اللي هو ده الصوت الطبيعي لأ فيه زنة غريبة في الصوت فهمي؟ ماشي تمام بس طيب مين تاني اوكي طيب نكتفي بهذا القدر لان لسه فيه ناس ممكن تكون مكسوفة او ما حصلش معها دوت طيب المشكلة اللي الناس وقعت فيها هي اسمها ميكس ترانزليت ليها سبب في السايكو اكوستيك وهو ده اللي احنا هنتكلم عليه وليها سبب اسباب تانية اوكي هنتكلم عليها شوية قدام اه الاسباب اللي احنا هنأجلها هي الاسباب المعرفية الاسباب المعرفية الاسباب المعرفية ان انت لسه في اول طريق زيك زي كل ناس ما بدايت على باب الله انت واحد مش فاهم انت بتعمل ايه لا درس اساسيات الصوت و لا درس اساسيات انك لما تسمع مشكلة فاتحدد ايه اسم المشكلة و اللي هتحل المشكلة ديت وتبقى عارف كمان الايه للاستخدام الصح للأداة ديت وايه للاستخدام الخطأ وده وارد جدا ان يقول لنا بنمر بالمرحلة ديت في بداية الكارير بتاعنا ويقول لنا غلطنا في نفس المضوضة بس الحاجة التانية اللي احنا هنتكلم عليها او اللي ناس بتتغافلها او بتبقى مش عارفاها وهي مشكلة اللي ليه علاقة بسايكو واكوستيك واللي اسمها ادابتيشن ده اقلم اا مخك على طول طول الوقت كسلان يعني طول الوقت كسلان لما بيلاقي فيه استرس عليه بيحاول يخليك اااا تبقى مش مركز اوكي يخليك يقنعك ان انت كده لأ ان انت وصلت للنتيجة اللي صح كفاء بقى كده يلا نقوم ننام وهكذا طب الموضوع ده هو الجمنين جي ان الانسان مخلوق بطبيعته ان هو بفيه مخه بمتوجه ناحية الحفاظ على الطاقة يعني ايه ناحية الحفاظ على الطاقة تلاقي حتى في العبادات الروحية اوكي كل العبادات متطالبة منك انك تجاهد نفسك انك محتاج تقوم مش محتاج تقض اوكي مفيش عبادات هتلاقي فيها راحة هتلاقي لك عايز تتوضى وعايز تلفة وعايز تروح الكنيسة عايز تروح المعبد هتلاقي الموضوع في مشقة ليك او بيحاول يعودك او يعلمك ان انت لازم تبزي المجهود اوكي طيب اه حتى برة لما بيبقى في محاضرة ووقت المحاضرة بيطول بيعملوا كذا بريك وبيطلبوا من الناس ان هما يقوموا ويبدلوا اما كانهم مع بعض لان انت بمجرد ما بتقعد مخك على طول بيفهم من احنا خلاص قعدنا يلا ننام يلا نرتاح بس اللي هي منها في الصوت ايه بقى ان انت تفهم تأثير دوت عليك لما المدة بالطول وانت شغلت فهقول لكم مثال حلو جدا هقول لكم مثالين لما ما تنسوهمش وتحطوهم في دماغكو ان شاء الله اثناء الشغل مش هتغلطوا الغلطات ديت وتعرفوا توصلوا لنتائج لانتوا عايزينها بعد ما تتعلموا صح لما لما تراعوا الحاجات دي لان الحاجات دي اهم من الادوات واهم من التكنيك واهم من كل حاجة اول مثال تخيل معايا كده ان انت سبت البيت بتاعك وروح تشتريت بيت تاني والبيت دوت بعد ما جت راتبت حاجتك وان قال تلعفش وبقت الدنيا جميلة وجيت نام لقيت مرة واحدة والبيت بيت رج ايه ده ده فيش تويت قطر بيعدي الساعة 3 الفجر وبيعدي الساعة 6 في نص اليوم طيب هل تعتقد ان انت كل يوم لما القطر يعدي في الموعيد دي هتتخض كل الناس او اللي مروا بمواقف مشابهة هيقول لك لا هيقول لك ان انت هتقعد يوم يومين وبعد كده هتلاقي اصبوع يا سيدي عشرة ايام وهتلاقي ان الموضوع بقى نورمال ان انت بقت عادي جدا تعرف تنام ولو جالك ضيف وعايز تعمل فيه مقلب ما تقول لسه ان خب بالك في الوقت ده البيت هتهز اوكي ولا هيعدي قطر وتبقى صاحي وتقعد تضحك عليه كمان ايه اللي حصل هنا اللي حصل هنا ان موخيك عمل ادابتاشن عمل ادابتاشن يعني ايه عملت اقلم ان هو قال لك ان الصوت ده دلوقتي ما هواش حالة خطر وان حضرتك كنت بتبزي المجهود تولي اليوم ولازم دلوقتي تعمل ايه لازم ترتاح مش هينفع كل يوم في الوقت ده واتصحالي وما ننمشي ما انت كده هتموت جسمك فعلى طول المخ متوجه ناحية موضوع توفير للطاقة ده اا حاجة تاني كل الناس مثلا اشتريت تلفونات والتلفون بيجي معها اليرفون بتاعتها اللي هي الوريجنال وبنقعد نستخدمها لغاية ما ببوز بعد ما ببوز ايه اللي بيحصل بنجيب واحدة تانية اول ما بنجيب واحدة تانية هتلاقي موخيك على طول بيعمل مقارنة بالهيدفون الوريجنال ويمحطك كده شوية استنتاجات ليه علاقة بالمعرفة اللي عندك زي ايه مثلا زي لا ان الهيدفون الجديده دي واجعتلي ودني الهيدفون الجديده دي صوتها اعلى الهيدفون الجديده دي صوتها مش مريح الهيدفون الجديده دي مسلا انا ما بحسش فيها البز زي زي الهيدفون اللي قبل كده ليه بيحصل كده ان موخك تعود على صوت وانت جد دلوقتي تدخله صوت جديد فانت لما بتوقع تشتغل عندنا في الصوت الشغل بيتطلب منك وقت على حسب شطارتك وعلى حسب المحتوى اللي انت بتشتغل عليه وعلى حسب مدته لازم تعمل حاجة اسمها Regular Break انك تاخد بريك بشكل منتظم يعني تقعد تشتغل 30 دقيقة وتقلع الهيدفون بتاعتك او تخرج برا للستوديو 5 دقيقة او تشتغل 50 دقيقة وتقعد 10 دقيقة تعمل بريك وما تتعرضش فيه ملاقيه اصوات عالية ولا تسمع مزيج لو حدتك ما تعرفش المعلومات ده توعدت تشتغل ممكن تلاقي نفسك مبسوط او بالشغلان اللي جات لك البروشيكت الازيز او حاجة انت عملتها في مبسوط باللي انت لحنته او باللي انت سجلته وعدت تشتغل عليه 5-6 ساعات وخلصت تيجي تاني يوم الصبح تسمع بيكون او الرياكشن يجيلك ينعر ازرق اللي انا عملته ده وانا ودني كت مقطوعة ولا ايه طب حلو انت ليه ما سمعتش مبارح وانت شغال قبل ما تنام ان النتيجة اللي انت طلعتها دي نتيجة سيئة جدا انت ما سمعتش لان ما عملتش البروشيك ودنك بدأت تفقد القدرة على التمييز مشاكل نتيجة موضوع التأكل فلو هنشتغل نحط الموضوع دوت في دماغنا ان احنا نشتغل 30 دقيقة ونريح 5 دقايق وانا لا تعرضش الصوات عليها او اللي يسمع فيهم ايه ما زيكة او نشتغل 50 دقيقة ونريح 10 دقايق سقن ويقعد الموضوع يتقرر عندنا اشتغلنا 4 ساعات فبنقسم الاربع ساعات على كزا بريك زي ما انتو تشوفوا او زي ما تستنتج ان دوت ان انت بتفضل مركز بالقدر ده لان علميا على الورقة والقلم احنا اثبتنا ان المخ البشري عندنا بيقدر يبقى فوكس قوي اوكي لمدة 20 دقيقة وفي ناس قالت 33 دقيقة بعد كده بتبدأ بقى تسرح اللي هو الله ده انا اول مرة شوف السقف بتاعنا يا تسد السقف بتاعتي دي جميلة وبتخش في حاجات بقى كده ايه ما لهاش علاقة تمام باللي انت المفروض مركز فيه او باللي انت عقليا المفروض مسخر عقلك ليه في التوقيت دوت كده احنا خلصنا الكلام اللي انا عايز اقوله عن السايكو اكوستيك وهنبدأ في الاجهزة لو حد عنده اي سؤال يتفضل يقوله انا عال نفسي تمام جدا حتى لما بدأت في الفترة الاخيرة وضرب نفسي على المفروضة ان انا 25 ديئة 30 ديئة كتير قوي وخلاص بافصل يعني واكتر من كده لأ ان فعلا انا كده انا بمكسب بحيت فون فموضوع مؤذي اصلا للويت لازم اخد بريك بس جدا حلو انك استنتيكت دي من نفسك تمام جدا ايه احنا كسلانين لي كده فين بقيت الناس تقول لي لا تمام لا اي حاجة ايه يا شباب احنا تمام تمام صوت طالعة عندك اوه تمام احنا تمام والله امام ايه تسلم ايه كلا جماعنا ما ردني يعني حسسونا ان انا مش روح ديئة اوه اوه يعني انا شايف ان فيه تنين اللي بيردوا وبقيت الناس تفاهم اللي احنا ضيوف تلاتة 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 ايه ماشي يا سيدي ايه ماشي يا سيدي لا الدنيا تمام الحمد لله اوكي رضوة حتى كتابة لو مش عايزة تتكلمي لا تواهمة اوكي اوكي معها سهل جدا ماشي يلا بينا نبدأ رحلتنا مع هزا المجال العجيب اوكي طيب احنا النهاردة هنتكلم على الاجهزة والادوات اللي احنا محتاجينها اوكي كده كده المحاضرة بتبقى متسجلة فبتقدروا اتراجع منها بس انا احب انبه على حاجة مهمة وخطر جدا الناس بتتهون فيها او بتشوف ان انت هي عم و احنا قاعدين في كتاب بس للاسف هي ما بيجيش غير بالمنظر ده او بالطريقة دي انت بتحتاج لما تذاكر اوكي تعمل ايه دلوقتي في المذاكرة بتاعتك تذاكر بالورقة والقلم ليه تذاكر بالورقة والقلم انك هيبع عندك اداة مثلا الاداة دي تفعي اوكي 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 سي مثلا اقول ستة او سبع زرائر فكل زرار انا بقوله تعريف يعني بقوله الزرار ده بيعمل كذا 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 فالنا طلبه من حضرتك ان بعد المحاضرة تقعد تتفرج على المحاضرة وتكتب تعريف الزرار دوت او تكتب الحاجة ديت بتعمل ايه عندك فورقة ده هيعمل عندك حاجتين لما بتذاكر بالطريقة ديت المفروض سينتفك لي يعني ان المعلومة تفضل في دماغك اوكي اتنين وسبعين يوم لو انت مش مخطط ان هيك كامل معاك بيات حاجة يعني لو انت واحد مخطط ان انت عندك انتحان وتخش ترمي البقين وخلاص وموضوع انتهى لما تسمع الحاجة مرة اوكي وتسمع يعني ان تسمع الحاجة مرة لايف وترجع تسمعها مرة وتكتب وراها المفروض الحاجة تقعد في مخك اتنين وسبعين يوم وبعد كده تسيح لو انت مش بتمارسها فاهم او مش بتقراها تاني او مش بتطلع عليها او مش كل يوم بتنفذ الحاجات ديت اا لو ما عملتش كده ايه اللي هيحصل هتبدأ الحاجات تتراكم عليك ويبدأ الموضوع تحسن هو بيسخف لان الحو عمال يتقل عمال احنا شوفنا الحصة يا فاتي دي صعبة في الحصة اللي جاية لانها اصعب في اللي هو يا لهوي فانت لازم توفر وقت بين المحاضرتين تعمل اللي انا بولعها خليدها وهيوفر عليك بقى حاجة جميلة جدا انك وقت ما تلاقي ان فيه اا جيت تطبق ورايا مثلا حاجة قلتها من الحاجات العملية وحسات ان فيه الزرار ده مش فاكر وبيعمل ايه مش هترجع بقى تتفرج على المحاضرة اللي هي زمانها ساعتين لان كده الموضوع مملة اوي وممكن ما تبقاش فاكر لاتينو الت تتكلم على الحوار ده فاني حيث هتقوم فتح هي هتقوم فتح النوت بوك بتاعتك او انفتح الكشكول او لاش انت اللي انت كاتف فيها مطلع اه الزرار ده بيعمل كزا اللي مش هيعمل كده انا ببشره ان هو بيضيع وقته معنا هيستمتع بالك حاجات اللي بتحصل اه قبل وبعد وقت ده انا قد طب غلط في الحوار دوت لكن هيخرج من الكرش كيانك يا بوزيد مغزيد فبليز صاحب الوراء والقلم ومتشوفوش ان ده اولد فاشون او ان دي حاجة ترديشنال دي احسن ح حاجة هتعلمك اول حاجة هنا محتاجينها عشان نخش الكريش دوت محتاجين نسمع ودي حاجة ملاحش علاقة بالاجهزة يعني ايه نسمع اه لو انت مثلا اه بتشتغل في القرآن ودي حاجة جميلة بتشتغل في الترنيم بتشتغل في بتساجل كتب صوتية في الدبلاش في الفويس اوفر بتشتغل اغاني اه لازم تقعد تسمع كتير يعني تخصص لنفسك وقت ساعة مثلا في اليوم بتشتغل اغاني بتسمع الاعمال ديت بيكون شكلها عامل ازاي اه لانك بعد ما بتدرس بتبدأ لما بتسمع بتسمع الحاجة بشكل مختلف طب الساعة اللي انا بسمع فيها قبل ما اكون دارس وفاهم ان اللي انا سمع ده اما س هنسمع ريفيرب وان كده الصوت الله محتوط عليه كمبريشن جميل او ان الصوت نعم قوي محتوط دي يسر السين والصاد والشين والحاجات دي ما بتفرقاش ده بيعمل عندك ايه بيكبر عندك حسة السمع وبيعمل عندك مخزون سمعي يفيه يدك لما بتبدأ تمدي يدك على الشغل عشان تحسن النتائج بتاعته لان انت المفروض دلوقتي لما بيجي لك اي شغل انت عشان بتبدأ تشتغل عليه انت بتبدأ تشتغل عليه ليه علشان ما هواش زي الصورة النهائية اللي في مخك يعني لو انت مثلا فيس اوفر وولد وصوتك ديب اللي هو زي اقسامة منير مثلا بتكلم اهلا بيك وجماعة النهار ده هنتكلم عن موضوع مش عارف ايه فبتحس ان صوتك مش شبهه فبتبقى انت عايز تحط بلاجين او تشتغل على صوتك عشان صوتك يبقى ديب زيه او صوتك يبقى عميق زيه او فانت طول الوقت مخك عايز يوصل لنتيجة اللي متخزنة فيه من زي قبل فاحنا عايزين اللي مفيش في مخه نتائج من زي قبل يبقى عنده فترة listen ليسمع فيها انواع الاعمال اللي هو يستغل عليها او اللي هو معرض ان هو يسجلها او ان تجيله شغلة اكتر منه وبعدên هدى ان اول حاجة بنبص عليها و بنحتاجها بنحتاج ان احنا يكون عندنا جهاز computer اوكي جهاز computer انحنا بنحتاج نزبط فيه حاجة مهمة جداً الحاجة اللي احنا بنحتاج نزبطها طبعا هوا فيه عناصر كتير فيه بس تلعة عناصر احنا بنحتاج نركز او ا unquote أ 4 عناصر بنحتاج نركز عليهم جداً في any spot لانهم بيريحون جداً انتو شايفيني الشاشة اللي هي فيها الحبشتكنات دي احنا عندنا زي ما قلنا الكمبيوتر فيه مكونات كتير جدا احنا بس فيه عندنا اربع ناصر بنحتاج نركز عليهم عشان نبقى شغالين واحنا مرتاحين مفيش حاجة تقرفنا اول عنصر هو البروسيسور انا محبش ان الناس تشتغل ماك هو فيه استابلتي اكتر بس فيه مشكلة المشكلة ان اي بارت بيبوز في الجهاز الماك بيبقى ثمن وغالي جدا وبتيجي بعد وقت بتعرفش تعمل اوب ديت للجهاز الماك دوت بتلاقي نفسك مفيش حل عندك غير انك ترمي اللابتوب بتاعك دوت او تبيهه لحد وتشتري اللابتوب باحد وبتبقى الاسعار بتاعت الماك غالية جدا فعايزين نصيحتي انا والتصديلي شخصي كل انا نشتغل ويندوز سي بيو عادي جدا سواء لابتوب او سواء كيسة كمبيوتر عادية جدا كبيرة طيب احنا محتاجين نعمل ايه هاتكلم على المنمم على الحاجات الحد الادنى اللي هو لما تجيبه تبقى انت شغال ومفيش حاجة بتقرفك لالسشن او البروشيكت بيتقل منك ولا بيطلع لك مشاكل ولا الحاجات دي لو جينا نتكلم على البروستسور احنا هم نحتاج البروستسور من اول icore 5 طبعا كل ما البروستسور بتاعنا هيعلى كل ما تبقى ميزة عندنا ان احنا نقدر نقبل البروشيكت يكون اكبر في عدد طبقات اكتر ومدته اطول ونفتح عليه بلاجن اكتر وهكذا اوكي طيب بدايتنا icore 5 كل ما نعلى كل ما دوت يكون ميزة لنا وكل ما هنستفاد بالكمبيوتر بتاعنا اكتر طيب بعد كده الرمات احنا بنحتاج الرمات تكون تمانية وتمانية دي تمانية جيجا ده المينموم ده أقل لحاجة أقل من كده بيبقى لأ مش هينفع بيبقى الجهاز بتاعنا محدود جدا وبنبدأ نتحدك في السيشل لغاية قدر معين وبعد كده بيتقل مننا وبيعمل لنا مشاكل 16 ده الأوكي ده اللي يضمن لك انك تعف تشتغل على أي حاجة وتبقى الدنيا جميلة معاك ومرتاعة وتمانية ده البداية ده كده جميل بس ما تطمحش في الجهاز بتاعك انه هو يشتغل على السشيانات تعملاك كل ما تعلي برضه في الرمات بتاعتك كل ما يتديك نتيجة أحسن كارت الشاشة احنا بنحتاج نجيب كارت شاشة 1 جيجا أو 2 جيجا عشان في عندنا بعض البلوج الليما بنفتحها سعب يبقى فيها مشكلة في الريزيليوشن يعني بتبقى فتح الفلتر أو فتح الأفكت قدامك وتحسنه ما ما بكسل أوكي أو تيجي تفتحه وتلاقيه فتح الأطار بتاعه بس يفيه شاشة صودة يعني انت مش شايف الزراير ومش شايف الكتابة اللي موجودة عليه فالذلك احنا بنحتاج كارت شاشة يكون external يعني يكون خارجي غير الموجود في الماثر بورد يكون 1 جيجا أو 2 جيجا طبعا حبيت تعالي يساعدك هناك على حسب الامكانيات المادية اللي موجودة عندك آخر حاجة بنحتاجها بنحتاج برضو نركز عليها بنحنا يكون عندنا هاردين هاردين في الجهاز بتوع الكمبيوتر الحاجات اللي انا بقولها للناس اللي داخلها بيزنس يعني ايه ناس اللي داخلها بيزنس للناس اللي من الاخر داخلها تاكل عيش من ورا الموضوع دوت سواء ان هي تخلص شغلها الخاص او سواء ان يجي لها حد غريب يعني يجي لها client ويعمل عندها شغل بتحتاج تجيب هارد صغير بيبقى اسمه SSD أوكي وشكله عامل كده زي الحاجات دي زي ده وده وده الهارد دوت بتنزع عليه system بس يعني ايه بتنزع عليه system يعني بتحط عليه windows والبرامج اللي انت هتسطبها فقط ليس إلا ما بتحطش عليه اي حاجة تانية وبيكون فيه هارد تاني اوكي اللي هو هارد درايفر الهارد الكبير عادي جدا اللي كلنا عارفينه اللي هو بالمنظر ده اوكي اللي هو HDD دوت بقى ساعتها اللي بتحط عليه السلشانات بتاعتك بتحط عليه المزكات بتاعتك اللي انت بسنا بتسجل فيه الفويس اوفر بحط عليه افلام ايا كان بقى يعني واحد بيبقى اللي عليه system وبنشغل من عليه windows وبرامج بتاعتنا والتاني اللي بيبقى عليه السلشانات والداتا بتاعتنا وطبعا ما بينصيفش اي سلشان او بنحتفظ باي داتا موجودة على LC اوكي لو انت عايز تاخد الموضوع يعني على الويندوز محدش يحط حاجة على الديسك توب ولا الديكيومنتري ولا الديو ولا الكلام ده كل الحاجات بتعملها على الهارد التاني عشان لو حصل اي اشيو عندك والويندوز حصل له دروب تعرف تفتح وتلاقي الداتا بتاعتك والبروشيكتات بتاعتك موجودة ما حصلش فيها اي لوس ما فقدتش منها اي حاجة اه طبعا احنا بناخد الموضوع التيب ابعد ان احنا بنوصل هارد تاني يو اس بي بيكون موجود في الجهاز هارد زي دوت كده بس احنا بنتكلم في البروشيشنل اه يو اس بي هارد درايف زي كده دوت بيكون موجود عندنا ليه بيكون موجود عندنا كباكب يعني ايه كباكب انا دلوقتي مثلا اشتغلت مثلا مع كارمن وجات كارمن دلوقتي سجلت الاغنية اوكي والمفتوض ان انا هقعد اشتغل عليه ممكن تحت لأي الظرف وكلها معرضين لدوت كيس الكمبيوتر تنفجر يقع عليها مية يحصل فيها اي حاجة اوكي يحصل اي حاجة انت مش متوقعها فما ينفعش تديب الكلينت تاني وتقول له معلش انا حصل عندي مشكلة سجل تاني ممكن يكون سافر ممكن يكون وقت ولا يسمح اوكي ممكن ان يكون نصلا فيه عزفين فيكون له مطرب دفع لهم فلوس اوكي فيقول لك لا انا هجيبهم تاني ازاي ماليش دعوة تصرف كلمهم انت فهم وحاسبهم انت على اجرهم اللي هما هيجوا فيه تاني غير طبعا الساعة اللي انت هتسغل فيها الستوديو تاني فلذلك بيكون عندنا هارد يو سبي دوت بيبقى للباكب نعمل ايه خلصت النهار ده تسجيل مثلا تمام مع محمود البزاو مثلا مسجله حاجات في المسالسة زي ما عملت مع الفوضاء اللي صار قبل ما بيمشي من الستوديو بكون نائل البروشيكت اللي هو سجل عليه على الهارد ده بحس ان لو حصل اي حاجة في الكمبيوتر كله على بعضه انا معي الحاجة محتاجش يكلم الراجل اقوله تعالى عشان حصل عندي انا مشكلة انت ملكش دخل بي اوكي دي الحاجات اللي احنا محتاجين نركز عليها جدا واحنا بنشتري الكمبيوتر وده من البدايات للشكل الاحترافي جدا فيه اي حد عنده اي سؤال فيها لا كله تمام تمام جدا انا بسجل كل حاجة بتاعة الكمبيوتر والهارد والدرايب وكل حاجة طب حدودك وبالنسبة لدهك الاجزاء اللي هي الهارد وكده يعني الاجزاء اللي حاجة بتاعة لكده مفيش يعني امكانية اقدر بدل مفتح اللابتوب وركبها وكده يعني مش ممكن تبقى اكسترنال ولا ما ينفعش ممكن بس هو مش مفضل ان احنا يعني نعمل رن يعني الهارد ده اوكي لو بنقعد نكتب عليه فايلات ننزل عليه فايلات وناخد من عليه فايلات وبتاع عمره بيأسر مش عمره بيأسر اللي هو يعني مثلا سنة ولا بتاع وقت ليه باز لا بس ممكن بعد فترة ليه بدأ يهيس فالذلك احنا بنحبش نعمل رن للحاجات تمام او او انك تسجيلي على على برتشن تاني غير الهو عليه ويندوز وبمجرد ما تخليلي تسجيل تنقل السشانات بتاعتك على الهارد ده وتشتغلي من عليه اوكي اوكي الادوى فيه سأل ستغلتين وانا عايز اسألك الهارد مثلا الهارد اللي هو هيبقى عليه السيستم اللي هو اسمه اس اس دي اوكي دوت هيختلف من هل انت هتبقى مهندس صوت بس ولا هتبقى موزع موسيقى لو انت مهندس صوت بس هارد مية وعشرين جيجا اللي هو هينزل عليه السيستم ده يبقى تمام معاك لو انت موزع موسيقى لأ هتضطر تتسأل ساعتها حد من اللي بيعمل السيستمز التوزيع واللي محتاج منكم حاجة يقدر يسأله وهو يقوله ساعتها يعني يفيده اكتر في الحتة التكنيكا الاوي دي انا معايا الاس اس دي 240 كويس جدا على فكرة وسعره كمان مش غالي اوي وعمل عليه السيستم وكده ف 240 بقى كويس برضو سعر مش غالي اه تمام لا هيبقى كويس جدا من اول 120 هندس الصوت انت كده امام بالزبط اي سؤال تمام جدا تمام جدا اوكي جميل ننتخل على حاجة تاني طبعا في حاجات مش هنتكلم عليها اللي هو الشاشة والماوس والكيبورد وحاجات دي انت بتجيب اللي اللي رياحك انت فاهم كف الاستخدام واللي انت تبقى شايف كويس وبتكتب بسرعة وللجودة هنتقل على الحاجات التانية اللي هي ممكن تكون مهمة عندنا اللي هي بقى الادوات بتاعتنا اللي احنا بنستخدم احنا انا برضو اطلقوا رقم الحاجات ديت اللي محتاج حاجة وطبعا احنا كده الجروب بتاعنا موجود على التليجرام اللي عايز اسألني قبل ما يجيب مايك قبل مايجيب كارت صوت قبل مايجيب اي حاجة يعمل ايه انا معاكو كيف ري فاهم هو يسيب السؤال بتاعه انا اول مفتح او مردد عليكم اول حاجة اول حاجة هنتكلم عليها اا ال اوديو انترفيس اوكي يعني ايه اوديو انترفيس اوديو انترفيس اللي هو الناس بتقول عليه اسطلاحا كارت صوت لكن لو احنا عايزين بقى نتكلم ونأسس الموضوع صح عشان نبقى ناس professional هو ماسموش كارت صوت خلاص هو كان اسمه كارت صوت كان زمان لما بنفتح الكمبيوتر عشان كان بيبقى زي كارت شاشة كده بنحط بجوه الكمبيوتر لكن دلوقتي ده بقى جهاز برا الكمبيوتر وبيوصل للكمبيوتر عن طريق صح يعني عشان الناس تبقى عارفة انك فاهم انت بتتعمل ايه او بتتكلم عن ايه طيب اول حاجة بتتعرفها عنهم ان دلوقتي طريقة التوصيل دي لازم تكون متوفرة عندك في الجهاز الكمبيوتر زي ايه بوست معي مثلا ده سايت عالمي اشهر سايت بيبيع الحاجات ده سويت ووتر في امريكا لما تيجي بوست مثلا عندك حاجة اسمها ساندر بولت انترفيس حاجة اسمها اثر نت اوديو انترفيس حاجة اسمها فاير وير حاجة اسمها اسبي حاجة اسمها بي اس اي ده البي اس اي ده اللي هو هيفتح قدامكم دلوقتي ده اللي اسمه كارت صوت يعني ده لو قلنا عليه كارت صوت صح ليه لان زي ما انتو شايفين ده بيركب جوه الكمبيوتر بس احنا اصلا ما بناش نستخدم الحاجات دلوقتي او اللي ناس اللي بستخدموها بتبقى حاجات يعني ستب للسيستم ادفانس اوي احنا مش هنشرحه احنا بنستخدم معظم الوقت السندر بولت الفير وير اليو اس بي وده الطرق التوصيل ان زي الجهاز اللي قدامك ده اللي هو موجود هنا ده هيوصل بالكيسة بتاعت الكمبيوتر بتاعتك تمام طيب ايه اليو اس بي وايه الفير وير وايه صندر بولت وايه الفروق ما بينهم تعالوا الاول اوريكم شكلهم علشان تفهموا انت لئي لازم تمعارف المعلومة دي لو انت عصلا دلوقتي كتبت يو اس بي كابل نشي واجبت الشكل بتاعه هوط فهيجي لك شكل يو اس بي كابل اللي انت عارفو وكل الناس اللي عملت معي اللي هو بتاع الماوس بتاع الكيبورد بتاع البرينتر بتاع وصلة التلفون العادية وهكذا احنا انتوا معي اه اه معا تمام بس حاجة بس حبيت اتأكد الشاشة اه الشاشة مش شايفينها اه لا راح الشاشة راح اه تمام معشان كده حبيت اتأكد عليكم اه اوكي يا رجع التاني اي اه اه تمام كده ماشي دي حد فتح المايك اه طب انا ممكن اعمل بين عندي عشان ابقانا طول الوقت متثبت حاولوا ما تفتحوش المايك الا لما يكون ايه حد عايز يقول حاجة معلش احنا قاسفين عشان في ناس بتتزاول من الموضوع ده اه وجينا كتبنا فاير واير كابل لو انت دلوقتي جبت اوديو انترفيس من اللي هو من نوعية فاير واير كابل يعني بيتوصل عن طريق كابل فاير واير وجيت مسكت الوصلة دي وبتدور على الكمبيوتر عندك سواء هو لابتوب او سواء كسك كمبيوتر كبيرة هتحط الوصلة دي هتحط الوصلة دي فين حتى تقعد تجربها في كل الاماكن هتلاقيها ما بتدخلش فانت كده عملت لنفسك مشكلة ايه المشكلة اللي انت عملتها ان انت جبت الكارت صوت او جبت اوديو انترفيس بالمعنى الصحي يعني والكمبيوتر بتاعك غير مؤهل ان هو يوصل عليه عندنا الشكل التالت والاخير من توصيل الاوديو انترفيس على الكمبيوتر اللي هو سندر بولت كابل اللي هو اصلا اخترعته ماك وبعد كده بقى بينزل منه للويندوز اللي هو شكله عامل كده اللي هو اشبه شوية بالوصلات بتاعة الايفون اللي بتوصل للشاحن فممكن انت برضو بي مش مستيك تغلط وتجيب الكارت بتاعك يكون سندر بولت بس فتيجي تفتح الوصلة اللي معاه تلاقيها زي دي تجرب توصله بجهاز الكمبيوتر ام مافيش ايه العمل يترجعه يتغير جهاز الكمبيوتر بتاعك واه حاجتين مش سهلين خالصpelled انك تبقى معرض ان الحاجتين ظلط يحصلو لك ده اول شيئة تعرفها مش بكلها كبيرتا ؟ نيفر هو هتجيب اي كارت صوته تعمل له كونفيرتر يعني حتى لو ليه ده هيضر مش هاين فقط اه وهيبدأ يعلق منك وممكنك بعد فترة تلاقي الكونفيرتر باز ودخل نفسك في هيدنك يعني هتعمل لنفسك صداعة تمام تمام جدا اوكي؟ تمام احنا كده فيهمنا دلوقتي اهم واخطر معلومة اللي هو عشان لما تجيب حاجة تعرف هي تركب عندك ولا لأ؟ اوكي؟ ايه بقى اصلا البتاعدة البتاعدة بيعمل ايه؟ يعني احنا ليه محتاجينه اصلا عندنا في الشغل بتاعنا؟ دلوقتي المفروض ان انت عايز تدخل الصوت جوه الكمبيوتر واتخرجه من الكمبيوتر ادخل الصوت جوه الكمبيوتر معناها ايه؟ زي ما انا دلوقتي بتكلم شفيه قدامي مايك اوكي؟ والمايك دوت بيدخل الصوت على الكمبيوتر لازالي كنتوا سمعينه وفي نفس الوقت لما حد منكو بيتكلم انا بسمع هو بيقول ايه؟ فكده دلوقتي حصل عمليتين للصوت عندي وعندوكو عندي انا حصل عملية ادخال اللي هو صوتي بيخش على المايك ويروح للسماعات فتقدروا انتم تسمعوه وصوتكو بيخش على المايك ويطلع من السماعات بتاعتي فقدر انا اسمعوه العملية دي اسمها كونفيرت ان احنا بنعمل تحويل طب كونفيرت من ايه؟ كل ما خارج جهاز الكمبيوتر اسمه انالوج اوكي؟ سواء بقى جتار سواء جهاز عايزين ناخد الصوت اللي هو بيطلعه سواء واحد بيتكلم سواء حد بيصفر كل الحاجات دي بنرموز لها ان هي انالوج علشان تخش جوه الكمبيوتر يبقى احنا بنعمل عملية تحويل اسمها From Analog To Digital ليه To Digital؟ علشان لو انت دلوقتي فتح اي برنامج وبتتكلم بتلاقي انك شايف الصوت طب هل الصورة اللي انت شايف منها الصوت دي دي صورة انالوج ولا صورة ديجتال ديجتال معناها رقمية لا دي صورة رقمية طبعا لانا شايف الصوت وبقدر اعمل عليه Process لو حبيت طيب هل الموضوع بينتهي عندنا؟ لا هل هو هو بس دخل الصوت وانت متقدرش تسمعه؟ لا بقدر اسمعه يبقى هو عمل دلوقتي حاجة تانية انه هو حوله كمان من ديجتال لانالوج بقيت بسمع الصوت كان حد بيتكلم جنبي او كان حد بيعزف جنبي فدي الوظيفة بتاعت كارت الصوت انه هو بيعمل عمليتين من التحويل حاجة اسمها Analog To Digital يبقى هو بيدخل الاصوات وحاجة اسمها Digital To Analog انه بيخرج الاصوات علشان احنا نسمعه طيب ليه ده مهم؟ مهم عشان انت لو بداخل في الكاريت دوت وعايز تعمل حاجة professional الاوديو انترفيس اللي موجود جوه كارت الصوت سوري كارت الصوت اللي موجود جوه الكمبيوتر بتاعك مش هيخليك تقدر تعمل اي حاجة professional ليه؟ علشان هو معمول بمكونات رخيصة وعلشان مش هتعرف توصل عليه الحاجات المحترفة مش هتعرف توصل عليه مايك زي ده مش هتعرف توصل عليه الفون professional ويخليك تسمع منها صوت كويس مش هتعرف توصل عليه studio monitor من الكبيرة مثلا اللي احنا نشرحها بعد شوية احنا بنحتاج audio interface لما بنحتاج audio interface كبداية بنعمل ايه؟ بنجيب audio interface يكون USB طيب الaudio interface ده سيدي بيكون ايه مكوناته؟ انا هفتح الaudio interface اللي هو الصغير خالص اللي هو كل الناس تقدر تبدأ بيه واشرح الحاجات اللي فيه كده بسرعة وهقول لكم ايه الحاجات بقى اللي بتختلف وليه الاسعار بتبدأ تزيد عندنا اول حاجة لو احنا اعرضناه من خلينا نجيب الصورة 360 ممكن نعمل عليها one zoom كده واضحة يا جماعة بالنسبالكو كده اه تمام جد اتفقنا بصوا احنا دلوقتي جبنا الكارت الصوت بتاعنا او الaudio interface وجبنا الوصلة بتاعته اللي هي جامعة اللي هي الجميلة اللي موجودة في الصورة دي وصلناه بالكمبيوتر دي اول خطوة تاني خطوة بنعملها بنعمل ايه بقى؟ بنروح على السايت بتاع الاوديو انترفيس يعني على الموقع بتاع الاوديو انترفيس دوت مثلا اسمه ايه؟ اسمه فوكس رايت فبنيجي هنا مثلا كده بس بنخرج من البحث بتاع الصور ده نكتب فوكس رايت اه السولو وهو اسمه سيرت جنريشن اللي جيل التالت درايفر وبنفتح درايفر اوبديت اللي هي زي كده اه اولا اللي فوقيها سوري اللي فوقيها ياس وبنفتح دي ليه بنعمل كده؟ اول حاجة انت اول لما هتجيب الاوديو انترفيس بتاعك وتوصله الجهاز هيقولك ان فيه تحت كده على الجنب انا هيقولك ان فيه ديفايس تركب طب جميل طب هل الديفايس ده هيشتغل مية في المية لوحده اوتوماتيك؟ لا لازم انت بتساعده بتساعده ازاي؟ انك بتفتح الموقع بتاع كارت الصوت اللي انت اشتريته وبتدور على حاجة اسمها درايفر التعريف بتاعه عشان الجهاز يشوفه يبقى full functions يعني تبقى كل الوظايف بتاعته شغالة فبتيجي مثلا على هنا وبتقول له انا دلوقتي فتحت بقولك choose الحاجة اللي انت اخترتها سيهي مثلا احنا اشترينا اللي احنا جايبينه ده ده هتسمه فوكس رايت سولو السيرت جنريش عادت انزل 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 لقيت كلمة سكارلت سولو سيرت جنريش اخترت كده اما ايعييه اقلي انت شغال ويندوز يا استاذي ولا شغال ماخ فوق هوت هناو مه شغال ماخ أو شغال ويندوز لو انا شغال مه هدفي ان انا اعمل ت assassination cancel the driver لو انا شغال ويندوز هيبق هدفي ان انا اعمل ت assassination الدرايفر ده. بعد ما نزله double click next step next step next. هيبدأ الجهاز يشغل الكارت الصوت بتاع ده بشكل مية مية بدون اي مشاكل. وهيديني قائمة احنا هنتعرض لها في الحصة الجاية عشان بنقدر نتحكم منها في البرامج في حاجات مهمة جدا. دي بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة هتعملها في اي اوديو انت رفسها تجيبه. جبت بقى جبت بقى جبت RME دي خط وصابتها تتعامل في كله. طبعا بقى السيستم وشكل الصيت وبيبقى اسمها ايه? الاسم ثابت ده ولود ودرايفر. تجيبها منين? الله واعلم على حسب الصيت بتاعك وانت ايه? واجتهادك. تمام? ماشي. ايه بقى الحاجات اللي موجودة هنا دي? كلمة سولو معناها وحيد. ان الاوديو انترفيس دوت بيقدر يدخل مصدر واحد بس من الصوت. اوكي? فتلاقي دلوقتي مكتوب عندك في دلوقتي عندك واحد وعندك اتنين. اوكي? فواحد دي معناها ان هو يشغل مايك واحد ودي شكل الوصلة بتاعة المايك. اوكي? واتنين دي دي شكل الوصلة بتاعة الجتار. لو اي حد منك وليه اي تجارب مع الالات ساعات بعض الالات مثلا زي الجتار بيبقى فيها ان الجنب كده وصلة بتاخذ الوصلة دي. بتحطها هنا فيبدأ الجهاز ده يستشعر الاشارة بتاعة الجتار. الوصلة التانية هنا بتاعة المايك فبتحطها وتركب المايك. فيبدأ الجهاز دوت اوكي? يشوف المايك بتاعك وتعرف انت تتعامل. طيب ايه الزرار الكبير ده? الزرار الكبير دوت موجود جنبه هيدفون. ان ده بيقدر يعلي يوطي صوت الهيدفون اللي انت ركبته. ويقدر يعلي يوطي حاجة كمان. صوت السامعات الكبيرة لو انت ركبتها. احنا هنجيلها كمان شوية. هنشرحها كمان شوية. وهناخد برضو نبزة عن المايكات كمان شوية. فده دلوقتي الاوديو انترفيس لعندك اللي انت اشتريته. بيتقدر توصل عليه مايك. وبيتقدر توصل عليه اورج. وتوصل عليه هيدفون. وتوصل عليه من الظهر بتاعك. السماعات الكبيرة اللي هي احنا بنقوله عليها استوديو مونتور. طيب لو انت ما جبتوش. هتوصل الحاجات دي ازاي? او هتطلع صوت بروفيشنال ازاي? مش هتعرف. طيب تعالوا بقى نبزة على حاجة تانية. لو احنا مسلا stay موجودين جوه الصياد دوت وانا انا معلش بعد اذنك. رتب لنا الحاجات ديت بالسعر من ال high لل low. اوكي? اما عامل لنا كده. ايه اللي حصل يا جماعة دلوقتي? جيت لقيت ان انا كنت فتح حاجة ب 119 دولار. بسم الله الرحمن الرحيم خير الله ما اجعله خير. لان انا عندي اوديو انترفيس 84849 دولار. اللي هو ايه? ايه ده? ليه بقى? اول حاجة بقى بتبص عليها في حالة زي كده. اوكي? ال input والoutput. يعني هو يقدر يدخل كام صوت على الكمبيوتر. ويقدر يشغل كام سماعة مع بعض. اما بتيجي تبصي هنا مثلا كده. تبص على الخنادية. تلاقي انك تقدر تشغل تمام ميكات. يعني لو عندك فرقة تقدر توصل مايك اللي بيغني ومايك اللي بيلعب جتار ومايك اللي بتاع القانون ومايك اللي مش عارف مينه. وتقوم تفتح البرنامج اللي انت فتحه. ايان كان ايه? هو تقوم دايس ريكورد. بوم. تسجل لهم كلهم في نفس الوقت. نوع التوصيل عندنا ايه جماعة? هو لو جيت بسيطة هو دي علامة بتاعة اليو اس بي. طيب يبقى اول حاجة غلت عندي السعر. ان فيه input زيادة. يعني اقدر ادخل او اسمع او اوصل سبعات اكتر. وجيت لقيت الهتفون هنا هناك كان واحد لا بقى فيه اتنين هتفون. وجيت لقيت الجترات هناك كان واحد بقى فيه اتنين جتار. طيب معشيء طبيعي ان المكونات ديت تاخد فلوس اكتر. طيب هل معنى كده ان انا ما اقدرش مثلا اجيب حاجة يبقى فيها عدد المداخل والمخارج دي ويكون سعرها اقل? لا تقدر. تقدر تجيب حاجة فيه عدد المداخل والمخارج دي ويكون سعرها خمسمائة دولار. يكون سعرها 600 دولار الفلوس دي راحت فين اللي هو الفرق بين ده و بين ده اللي هم اللي 4000 دولار مثلا راحوا فين راحوا في اختيار المكونات وفي الكواليتي اللي هيطلع يعني ايه الكلام دوت يعني لو حضرتك جبت المايك لنا بتكلم فيه دوت اوكي وقمت ومصلوا ماشي على كارت الصوت اللي هو ب 119 دولار وسمعت صوتك عليه وقمت وموصل نفس المايك ومبصره على كارت الصوت ده هتلاقي صوتك هنا انقى من صوتك الناحية التانية طب هل ده بس الفرق؟ طب افرد انا واحد مش بسجل يعني انا جاي بكارت الصوت عشان خاطر الناس بتسجل وتبعتلي الحاجات انا بخلصها بعد كده اوكي يبقى انت مش محتاج تجيب audio interface غالي؟ لأ موه انت دلوقتي audio interface مش احنا اتفقنا انه هو بيعمل حاجتين بيدخل الاصوات ويسمعني ده برضو لو جبت السماع بتاعتك الهتفون بتاعتك وحطتها هنا في المكان ده اللي هو بتاع الهتفون وبتسمع هتلاقي ان السماع بقى صوتها احلى وتبدأ تسمع التفاصيل اكتر فكده دلوقتي احنا فهمنا ان الموضوع ليه علاقة بان انت عايز تدخل كام صوت مع بعض وتقدر تشغل كام سماع على audio interface وايه الكواليتي المرجو الوصول اليه ايه حجم اعمالك مين جاي لك هتتعمل معامل دياب ولا انت بتعمل مع ناس اصحابك معامش فلوس يدفعوا بتعملهم حاجات كده بالحب او تزوير مصالح بينك ما بينهم او انت راجل يدوب مثلا مرحن عايز حاجة يدوب تسجل عليها ويبقى الصوت مسموع بالنسبة للناس وكده خلاص كويس والموضوع انتهى ده الاوديو انترفيس لعندنا حد عنده اي سؤال فيه؟ اشتركوا في القناة